موسيقى السلام عليكم كيف دايلي السلام عليكم اتمنى اربي تكون لكم بأخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله مرحبا لكم من جديد وفيديو جديد وكما تشوفوا على الصور هذا النهر سوف نصيب حرشة ديال الشعيرة حرشة فرضية نزولا عن طلب بعض الأخوات وبغيت تغيير توضيح ما يمقبل ما نبدأ الوصفة هاد الأخ طلبت مني حرشة ولكن ما قالت ليش اش من نوع من الحرشة وانا ارني من نزولا في القناة انواع متعددة ديال الحرشة كلهم ان شاء الله سنجلي رابط في اسفل هاد الفيديو في صندوق الوصفة سيتلقاوا الروابط ديال كل انواع الحرشة اللي نزلت كما تشوفوا درت حرشة فرضية معمرة بجبل حرشة فرضية عادية هذه حرشة اللي نزلتها في الفران بحبيبة الشكلات هذه حرشة او اللي نسميها في المنطقة الشرقية الفطيرة يعني كتجي بالدقيق ديال الفينو كتجي اغزالة 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 هذه الحرشة ديال الزرع ولاكين كبيرة درت عبتك حرشة صغيرة بالزرع و بالأعشاب المنسيمة كي يحمق هذه حرشة حلوة معمرة بالجبن و طيبة في الفران و الكاكاو حرشة الحرشة ديال الزرع هذه اللي تشوفها على الصورة يعني غيب الزرع بوحدها و الحرشة هذه هذه الزرع تماما بحل هذي تقريبا ماشي تماما مهم شوية كيتشابو خواتات و صافي و الحرشة ديال اللي سايبت فئالة البانيني وضع حرشة المحلات في المحلات المهم هذا الانواع كامل سوف نخلي لكم الروابط في اسفل هذا الفيديو والحرشة اللي بغيتوها سوف تختاروها بطبيعة الحل هذا النار سوف نضع حرشة فرضية بالشعير سوف نصيب المقادر بسم الله على بركتي سوف نصيبها بالخميرة البلدية 300 جرام الخميرة البلدية زلافة تشيشة تشيشة معلقة كبيرة للعسل 4 معلقة السميدة الرقيقة الملحم 3 معلقة زيت زيتون اول حاجة هي اني غسلت تشيشة البلدية بغيتو تغسلوها شكيف ما بغيتو انا هنا غسلتها ونزيد عليها الملحم زيت زيتون او زيت العود الملحم معلقة صغيرة العسل تقدروا تعودوه معلقة كبيرة تقدروا تعودوه بمعلقة السكار ونمحيت فيها الخميرة البلدية تبقى شوية 99% صحية لاني ندخل فيها شوية سميدة المهم سوف نزيد العسل ونزيد زيتون ونزيد الماء سوف نزيد الزيتون ونزيد السميدة والتشيشة والخميرة البلدية ونزيد المراحل ونقولكم ماذا نفعل؟ هنا اخذت الماء سوف نغطي السميدة أو التشيشة سوف نغطي الماء سوف يأتي فق منها تماماً ونجعلها ساعة حتى ساعة ونص سوف تسرع الماء سوف يسرع التشيشة ونزيد ونزيد لنجعل الحرب سوف نزيد الخميرة البلدية ونقوم بخبز ونقوم بخبز سوف نقوم بخبز سوف نقوم بخبز ثم ثم نقوم بخبز ثم نزيد نضيفها على الخميرة البلدية ونخلطها لأنها هي في درجة حرارة المطبخ وهذاك الخليط سيكون دافئ يعني نعطيها نفس الحرارة التي ستأخذها مع الشيشة أتمنى تكونوا فهمتوني سوف نزيدها كما قلت لكم سوف تستعمل الخميرة الخبز سوف تشرب جيد سوف نزيدها مع القاة كبيرة الخميرة الخبز وزيدوا السميدة وتزيدوا الشيشة سوف نزيدهم دابة في نفس الوقت ونخلطها واحد ساعة أخرى نتمنى تكونوا فهمتوني اي توضيح مرحبا اكتبوا لي في التعليق هنا سوف نخلط سوف نغطيها ببلاستيك غدائي سوف نزيد ساعة أخرى لان كما قلت لكم سوف نزيد واحد ساعة أخرى هنا بالنسبة إلشتها البنات باقية لكم خفيفة أو لما تجمعت لكم ساعة ونصف إلشتها خفيفة سوف نزيد سوف نزيد سوف نتجمع معها سوف نتجمعها ساعة ونصف ساعة ونصف ساعة سوف نتجمع سوف نتجمع سوف نتجمع سوف نتجمع الحريشات الصغيرة اما تجمعها كبيرة سوف نتجمعها كبيرة أو تجمعها صغيرة سوف نتجمعها سوف نتجمعها أو ثلاثي أو تطريقها أو الانتجمع بالظمع لا أصبح от الانتجمع سوف ننقلك في المقنة من المقنة فقط وجمعها سوف نتجمعها سوف نتجمعها من الممكان انا ارى شربات جيدة انا هنا سوف نحاول نفذجيها بالماء نسيت ما وجدت زرافة ولكن سوف نوجد هذا هنا انا ارى لكم لا تريد ان اقطع تصوير انا اخذوا الكمية التي تريدتها ترشوها بالشيشة او البلبولة التي تريدتها ترشو هذه الزلافة او الغلاقة او الغلاقة او اي حاجة سوف نقول لكم طريقة اخرى ان شاء الله يمر هذا سوف ترشو فوق منها او البلبولة اما ترشو بيدكم تأخذ ذلك الشكل دائري وكتجين مقادة وكتجين الحريشات يجيون كلهم شكل واحد او لا تقادة واحدة او لا تأخذوا بحال هذا وكتضربوهم شوية باش كياخذوا اه شكل مقاد مهم اللي عندكم تقدروا تقضيوا به اه صاف يوم بعد كنقلبها في المقلاء تكون سخونة ونقصوا النار البلات لن نقصها ولكن تكون النار متوسطة انا سوف نكمل بحالة شكل هذا سوف نوري لكم في حالة ما إلا ما عندكم ش هاد الايطار وليلا ما عندكم ش هاد زلافة كيفاش تقدروا تديرو تأخذوا عادي العجينة بحال غاية شوية تكون مرخوفة هاد العجينة ديال الحرشة تشعير تأخذوها وتقرسوها عادي تأخذوا كمية مهم حاولوا انها تكون نفس القياس وتقرسوها فوق البوتاجي ولا فوق خشبة ولا فوق الطباق كيف ما بغيتوه تقرسوها تقرسوها سهلة هكا و تقرسوها في المقلأ مباشرة بالطباق يعني هذه في حالة ما ما عندكم ش هاد الزلافة ولا داك الوسائك ثم احباء النار تكون متوسطة كان مبقى بحلكة كان قلبوا فيها كتاخذ الوقت لانه علش فيها الشيشة وفيها الخميرة البلدية يعني كتاخذ الوقت كتر من الحرشة العادية اما هذه البنات ترى كتاخد شوية ديال الوقت المهم خسي يكون عندكم شوية ديال الخاطر ثم هنا مرة مرة تبقى تقلبوها و ترى الات حمرات تقلبوها غزالة الصراحة تنفخها طيبة من الداخل فهمتوا؟ تقلبوها طيبة من الداخل تأخذ الوقت لتطيب من الداخل يدخل الداخل و تطيب حتى نكملو الكمية لدينا مكانة و تتبقى الكمية و ترى الكمية و تتبقى تظهرين و تقلبوها تقلبوها و تقلبوها تقلبوها فهمتون الأشكال و تجدوه تقلبوها لتقلبوها بالتطيب وبالرادة سايب النعناع لا أقول لكم سلام لا شهيدكم يريدون أن يجبون زوج حرشات كبارين للبنات هذه هي القياس التي نجعلها كان هذا الفيديو هذا اليوم نتمنى الله أن يكون أعجبكم نتمنى الله أن يكون طلب الأخت وكما قلت لكم في أول فيديو سوف نجعل لكم روابط الحرشات الأخرين في أسفل هذا الفيديو قلت لكم في صحيحكم وحتى الفيديو الجاي